الرواية الروسية واستنادا إلى التصريحات شاهدناها اليوم على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية يغر كاناشينكف قال بأن الجيش الروسي وباستعمال أسلحة عالية الدقة تم من خلالها استهداف ما وصفه بمصنع لإنتاج السواريخ الفضائية للجيش الأوكراني في العاصمة الأوكرانية كيف الدفاع الروسي أشارت بأنه تم استعمال أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة لاستهداف هذا المصنع العسكري بحسب الوصف الروسي وتدمير أماكن لإنتاج سواريخ فضائية يستعملها وتستعملها القوات الأوكرانية في العاصمة الأوكرانية كيف بيانات وزارة الدفاع أشارت بأن الجيش الروسي تمكن من القيام بـ 112 غارة على المنشآت العسكرية الأوكرانية بما فيها محطات كهربائية لسكك الحديدية كان الجيش الأوكراني يستعملها لنقل السلاح داخل الأراضي الأوكرانية الدفاع الروسي أشارت أيضا إلى أنه نتيجة هذه الغارات والاستهدافات تمكن الجيش الروسي من تحييد أكثر من 288 من عناصر الجيش الأوكراني ومن الجماعات التي تصنفها روسيا بالنازيين الجدد أو بالكتائب القومية المتطرفة تحدثت الدفاع الروسية بأن مضادات الدفاع الجوي الروسي استطاعت إسقاط 13 طائرة مسيرة واستطاعت أيضا أو سلاح الجو الروسي استطاعت توجيه ضربات عالية الدقة في أوديسا لمراكز لتجميع الوقود والذخيرة بحسب الوصف الروسي يبدو بأن هذه البيانات تعكس مرة أخرى استمرار العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية وتبني الجيش الروسي الاستراتيجية الجديدة التي تعتمد على تلك السواريخ التي يصفها بعالية الدقة بعيدة المدى لاستهداف أكبر عدد من المنشآت العسكرية الأوكرانية سواء كان الحديث عن مراكز لتجميع الوقود أو الذخائر أو حتى المصانع التي هي معنية بإنتاج سواريخ عالية الدقة أو سواريخ فضائية كما الذي استهدفته بالأمس سلاح الجو الروسي في العاصمة الأوكرانية كييف موسيقى